والنهاردة هنتكلم على تعليمات ما بعد استلام طقم الأسنان أي تركيبات الأسنان المتحركة سواء الكاملة أو الجزئية اللي بمشيبك طبعا تعليمات تركيبات الأسنان المتحركة بتبقى أكتر من تعليمات استلام تركيبات الأسنان السبتة وطبعا أنا مش بوعد المريض أنه هو يقدر يأكل ويشرب ويتكلم ويمارس حياته الطبيعية من أول يوم بتركيبة الأسنان المتحركة ولكن لابد أنه هو يعرف أن تركيبة الأسنان المتحركة محتاجة بعض الوقت للتعود عليها بعض الوقت أني أقدر أكل بيها أتكلم بيها أمارس بيها حياتي الطبيعية وطبعا التعليمات اللي أنا هتكلم عنها النهاردة هتساعدنا كتير جدا أن إحنا نجتاز فترة التعود وتطبيع تركيبة الأسنان في الفن كمان بنبه على المريض أنه شيء طبيعي جدا أنه يواجه بعض الالتهابات القرح التهايج الحساسية كل دوت شيء طبيعي برضو مع تركيبات الأسنان المتحركة في بداية التركيب وهنعرف نعالج المشاكل ديت إزاي أول التعليمات اللي بقدمها هي أن المريض يحاول يلبس طقم الأسنان بتاعه بالتدريج أطول فترة ممكنة يعني يبتدي يلبس الطقم ساعتين ثلاثة طوال النهار فترة النهار بعد كده يزود شوية أربع خمس ساعات سبع ساعات تمان ساعات لغاية لما يقدر أنه يلبس تركيبة الأسنان تقريبا طوال اليوم يريح منها بس ساعتين ثلاثة خلال النهار وطبعا بيشيل التركيبة قبل أنهم ما بينامش بالتركيبة بالنسبة للطقم الكامل ممكن بصفة استثنائية مؤقتة أنام بأول أسبوع للتعود عليه ولكن تركيبات الأسنان المتحركة الجزئية اللي بمشابك ممنوع مانعا باتا أنام بيها لا في بداية التركيب ولا بعد التعود عليها لأن احنا بنخاف أن احنا نبتلعها أو نستنشقها يبقى القاعدة العامة أن احنا ما بننمش بأي نوع من التركيبات سواء كاملة أو جزئية ولكن بصفة استثنائية نقدر ننام بطقم الأسنان الكامل أو الأسبوع للتعود عليه أبتجي أرائب نفسي أرائب الطقم في بداية التركيب هل ظهر قرح هل ظهر التهابات هل ظهر تهيج لو ظهر أي قرح أو التهابات بخلع طقم الأسنان وحطه فيه الميا والمحلول المطهر بتاعه وأبتجي أعالج مشاكل الفم باستخدام مضمضات الطبيعية مياه دفية وملح وأبتجي لما التهايج دا يروح أو القرح يرتروح أبتجي أعاود لبس طقم الأسنان مرة أخرى لو الموضوع دا اتكرر أكتر من مرة ببتجي أتجه لطبيب الأسنان ربما طقم الأسنان يكون محتاج بعض التعديلات أو التنعيم أو التلميع أهتم جدا بقى بنظافة الفم ونظافة طقم الأسنان إحنا لازم نبقى عارفين أن طقم الأسنان دا معمول من الرزن أو من الرزين أو من المواد المططية وكل دي بتبقى بيئة خصبة جدا لنمو البكتيريا والفطريات اللي بتعملي رائحة فم كريهة ورائحة طقم كريهة فأنا من البداية لازم أضع لنفسي روتين نظافة يومي سواء للفم أو لطقم الأسنان طبعا للفم معروفة أني أنا بنظف الفم كويس جدا باستخدام الفرشة والمعجون أنظف الغشاء المخاطي للفم أنظف الأسنان المتبقية من جميع الاتجاهات باستخدم المضمضات الطبيعية الخيط الطبي إزالة التكلوسات الجيرية عند طبيب الأسنان كل 6 شهور أما بقى طقم الأسنان لازم يكون فيه روتين خاص جدا بالنظافة مهم جدا أني بعد كل وجبة رئيسية بخلع طقم الأسنان بنظف الفم كويس جدا بالطريقة اللي أنا قلت عليها بنظف طقم الأسنان بالفرشة المخصصة لطقم الأسنان بالمعجون المخصص لطقم الأسنان وبنظف الطقم من جميع الاتجاهات كويس جدا وببتيجي أنزل عليه كميات من المية الجارية وأقدر بعد كده ألبس طقم الأسنان طيب ما بين الوجبات الرئيسية أنا باخد سناكس أو باخد حاجات بسيطة أكل بسيط أو بشرة مع صاير يبقى هنا بخلع طقم الأسنان واشتوفه كويس تحت مية جارية ومضمض الفم كويس وأرجع ألبس طقم الأسنان تاني ومنساش روتين النظافة مهم جدا قبل النوم سواء لطقم الأسنان أو للفم مهم جدا قبل النوم كمان زي ما قلت ممنوع إني أنام بطقم الأسنان طب هاحتفظ بيه في إيه؟ أحتفظ بيه في كباية مية هسقط فيها القرص الفوار المنظف المطهر للطقم بشريها من الصيدلية أقراص منظفة للطقم زي كوريجا زي بوليدنت فيكسودنت كل الشركات دي منزلة أقراص فوارة للطقم بحط الأرص الفوار في كباية المية واستنى إلى كامل الفوران وبعد كده بسقط فيها طقم الأسنان يفضل فيها في منقوع طوال فترة الليل يتطهر ويتنظف وتبقى ريحته كويسة وجميلة أصحى الصبح أشتفه كويس جدا بمية جارية وأبتدي أحطه فيه الفم وأمارس حياتي الطبيعية طيب لو أنا الأقراص بالنسبالي بتبقى غالية ممكن أقسم القرص على مرتين مفيش مشكلة خالص وممكن أستخدم القرص ثلاث مرات في الأسبوع كفاية وباقي الأسبوع باستخدم المية والخل بجيب كوباية مية وحط عليها ملعقة خل وأقلب كويس وسقط فيها طقم الأسنان برضو الخل هينضف لي الطقم وهيتهرهولي وهيخلي ريحته حلوة طوال فترة الليل ولكن أنصح لو إحنا عندنا تركيبات فيها أجزاء معدنية بنقع طقم في المية والخل لمدة ساعتين بس وبعد كده أنقعه في مية بدون خل طالما هو نضيف وما فيهوش أي بقايا طعام فما فيش مشكلة أني أنقعه في مية طوال الليل ولازم طبعا المية ديت تتغير يوميا سواء المية بالأقراص أو المية بالخل لابد أننا المية ديت بتخلص منها كل يوم وأغير المية للطقم طبعا ممنوع أني أنضف طقم الأسنان بالكلور بالمواد الكاشطة بالمعاجين المبيضة بمية الأكسجين بالمية المغلية بالبطاس كل الحاجات دي طبعا من المواد الممنوعة تماما لتنظيف طقم الأسنان بالنسبة للأكل بطقم الأسنان طبعا هيبقى فيه شوية صعوبة في بداية التركيب أني أكل بطقم الأسنان طبعا ببدأ بالأكل البسيط زي الطفل الصغير ببتدي أتدرج فيه الأكل بأكل الأكل الطري اللين سهل المضغ وسهل البلع في الأول بستعين بالعصاير تبقى جنبي أخد رشفة مية ده بيسهل برضو المضغ مع طقم الأسنان بلاش الأكل اللي بيلزق بلاش النوجة بلاش الكرامل بلاش الأكل اللي مليان توابل بلاش المشروبات الغازية بلاش الملح الكتير في الأكل بلاش الأكل الصلب الناشف الهارد طبعا أبتدي أسهل العملية على نفسي في الأول وأكل الأكل البسيط علشان ما يجيليش إحباط ومحملش على نفسي زيادة عن طقتها ولا أحمل على طقم الأسنان زيادة عن طقته فطبعا ببتدي بالأكل السهل وبتدرج فيه الأكل إلى أن نصل لمرحلة إن إحنا بناكل معظم الأكل بطقم الأسنان الكلام بطقم الأسنان أنصح إن إحنا نتدرب على الكلام بطقم الأسنان لأن طبعا هنجد صعوبة في بداية استلام الطقم هنجد صعوبة في الكلام مش عارفين نتكلم مخارج الألفاظ مش واضحة كتير من الكلمات من الحروف من الأرقام مش واضحة الناس مش فاهمة كلامي السين بتصفر الشين مش مظبوطة السه بتطلع غلط كل الحاجات دي شيء طبيعي ببتدي أجمع في ورقة وقلم كل الكلمات والحروف والأرقام الصعبة وأبتدي أكررها وأتدرب عليها قدام المراية بصوت عالي مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية لغاية لما أبتدي أحاول أثبت مخارج الألفاظ وطبعا بياخد له وقت يعني ممكن يصل إلى ثلاث أسابيع لشهر مع بعض الناس للتعاود على الأكل والكلام كمان بطقم الأسنان أتوخى الحذر من كسور طقم الأسنان طبعا طقم الأسنان هو معمول من مواد قابلة للكسر يعني حتى لو أنا عامله من مواد مططية مرنة ربما شوية تكون مقاومة شوية للكسر ولكن طبعا لو وقعت جامد أكيد هتتكسر فأنا لما بنضف طقم الأسنان ممكن أفرش في الحوض من شفا أو فوتا قطنية أو طبق كبير بلاستيك في مية بحيث لو سقط أو وقع الطقم مني يقع على الفوتا أو على البول اللي موجود في الحوض المليان مية ومايتكسرش أحاول طبعا أبعده عن متناول الأطفال لو عندي أطفال في البيت وأنا خلع الطقم أبعده عن الحيوانات الأليفة لأن القطط والكلاب تحب تغضعب في أي حاجة فيها ريحة الشخص أو صاحبهم فبياخدوا طقم الأسنان ويلعبوا بيه ويكسروه ويبتدوا يلعبوا به طبعا أتوخى الحذر أنه ما يقعش الطقم مني قدر المستطاع وقدر الإمكان طبعا في بعض الأطقم لو تكسرت بتكون قابلة للإصلاح زي الرزين العادي ولكن في بعض الأنواع من المطاطي المرن بعض الأنواع منه خاصة النوع التقليدي الأديم لا يقبل الإصلاح وبيكون إصلاحه صعب وآخر حاجة بالنسبة لثبات تركيبات الأسنان المتحركة أنا بقول لكم أن طقم الأسنان سواء الكامل أو الجزئي بيحتاج فترة للتطبيع أنه هو ثباته يزيد فيه الفم وعضلات الفك وعضلات اللسان تبتدي تثبت طقم الأسنان فيه الفم ولكن لو مرت أسابيع ولسه طقم الأسنان غير ثابت ببتدي أتوجه للطبيب ربما يكون طقم الأسنان محتاج بعض التعديلات ربما أكون محتاج بطانة أو وضع طبتين أو ري لاينج لطقم الأسنان ربما أكون فيه حاجة إلى استخدام لاصق طقم الأسنان أو الغيرة المخصص الطبي اللي موجود فيه الصيدليات لتثبيت طقم الأسنان أتمنى تكونوا استفدتم من تعليمات ما بعد استلام تركيبات الأسنان المتحركة ولو في حد عنده أي سؤال أو استشارة طبية أو بيواجه أي مشكلة يكتب لي في التعليقات لا تنسوش الإعجاب بالفيديو مشاركته مع الآخرين لتعام الفائدة وشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله